سهل خير لجميع طالبات 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 الصف الدالت السهنوي اهلا بكم معكم مستر محمد من قناة الصديوز مستر محمد ان شاء الله يا جماعة مكملين مع بعض اجابات كتاب المعاصر هنحل نرد مع بعض بقية الاسئلة ان شاء الله فالت كل واحد ايه بقى معاك كتاب صفحة 128 وهنكمل اسئلة اللي تشوز وبعد كده هنكمل ان شاء الله اسئلة الترانسليشن نرجع للاسئلة على طول احنا وقفنا في الاخر فيديو مع بعض لغاية سؤال number 14 والنهاردة مع number 15 الزابط طلب مني ان اشرح ماذا انا قلته يبقى هنختار كادات ربط هنا what تمام رقم c 16-16 the police expert was able to determine space finger prints where on the knife طبعا كلمة finger prints معناها بصمات الصوبة فهنختار whose لان finger prints هنا ده اسم ملكية ولازم يجي قبلها whose 17-17 this is my old friend space visit has made me very happy visit هنا تحيرني في الامتحان هي verb ولا noun لا هي noun ومعناها زيارة هذا يكون صديق القديم whose visit زيارته had made me جعلتني سعيد جدا number 18 anything space she says makes us annoyed هنا هنختار which or that هنختار ملقي نهاش في الاختيارات اللي هتحل محل which تبقى that اي شيء هي قالته لي او قالته جعلني منزعي يبقى that 19 afamin was the reason هنا معناها المجاعة كانت السبب وطالما فيها كلمة السبب هاختار اداة الربط wait why هاختار اداة الربط why كلنا عارفين انه where بتعود الى المكان وين تعود الى الزمان وتعود الى الشيء وهنا why بتعود الى السبب she always ask me هي دايما بتسألني what i said ودي تقريبا متقررة في number 15 نفس الجملة شبهة جدا i have said again و number 15 i had just said that's really boring يعني انه شيء ممل ندخل مع بعض على سؤال translation بيقول motherhood is one of the most challenging and creative jobs anyone can do motherhood طبعا معناها الامومة يبقى تعتبر الامومة او ان الامومة واحدة من اكثر الوظائف التي يمكن ان يمارسها او يفعلها اي شخص تحديا وابداعا طبعا challenging معناها تحديا وكرياتيف معناها ابداعا it's the job of bringing up انها وظيفة تربية new generations اجيال حديثة that are to lead the movement of life والتي تقود حركة الحياة in the future اجر في المستقبل هنتدخل بعد كده للسؤال اللي بعده يا جماعة سؤال translation from Arabic to English من الضروري انه ربي جيلا قويا على دراية بمشكلات بلاده وكيفية حلها طبعا كنا كلمة ضروري يعني it's necessary to bring up انه ربي bring up a strong generation جيل قوي على دراية that is aware of يعني على دراية او عارف مشكلات بلاده his country's problems وكيفية حلها and how to solve it فالاجيال القادمة future generations هي من ستحمل مسؤولية الوطن يعني will bear bear هنا معناها يحمل او يتحمل bear bear اه هي هي دي ستحمل او مسؤولية الوطن معناها the responsibility of the homeland يبقى homeland هنا معناها الوطن وكلمة مسؤولية responsibility القريب in the near future في المستقبل القريب وعلينا ان نعدهم جيدا and we must prepare them well لتلك المسؤولية الكبيرة for that great responsibility نقولها تاني بالانجلش وكلنا نسمعها كده it's necessary to bring up a strong generation that is aware of his country's problems and how to solve them future generations will appear the responsibility of the homeland in the near future and we must prepare them well for that great responsibility شكرا الوقتكم معي كان معكم استر محمد من قناة الصديوز من استر محمد تابعونا عشان يوصلكم كل جيد متنساش تعمل لايك وسبسكرايب الى القناة